سلام الله عليكم أهلا بكم مشاهدين الكرام سعيد بلقائكم في هذا الموجز الإخباري وهذا أبرز عنوانه تصريحات المدرب الجزائري عادي العمروش حول استقبال منتقب تنزانيا في الجزائر قبل الخوض في الموضوع لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلكم الجديد إليكم التفاصيل هاجم مدرب منتقب تنزانيا عادي العمروش الاتحاد الكروي الجزائري بعدما تعرض للإهانة والإحتجاز مع فريقه ولحظة خروجه من المطار خرج عن صمته وأدل بتصريحات النارية للصحافة الجزائرية قال فيها متأسف فيه كثير هو أني في الدخول للطورة الجزائري لدينا صعوبات كبيرة ليس صعوبات لدينا إهمال من الناس تعلالاتحادية يعني لدينا توحد لكي يستقبلنا لدينا توحد لنكلموه تم نسواه ونحن حابسين في الفرنتيار كل أمور اللي تفقوا عليهم على الاتحادية تنزانية ما نلبوهم نكلمو نائب العام ما يردش عن الهاتف الله جوان تعني نائب العام هداك ما يردش عن الهاتف فليمو نقولكم سي أندين يعني في حجم بالد كما تعنا الناس عيب احنا عينا ما نغطي وما نغطي وعيب عيب عيب تم نسواه لا ما لا لا بسكويت لا والو السلطات الجزائرية احتجزتنا لثماني ساعات بالمطار بدون ماء ولا أكل هذا عيب على الجزائر هكذا صرح عمروش وأشار إلى أن بعثة منتخبه لم تحصل على استقبال في المستوى من طرف مسؤولي الاتحاد الجزائري للعبة حيث لم يحضر أي مسؤول جزائري لاستقبال البعثة التنزانية وعبر مدرب منتخب تنزانيا عن سخطه الكبير للاستقبال السيء لفريقه والصعوبات الكبيرة التي واجهها عند وصوله للمطار وتحدث مدرب منتخب تنزانيا في هذا الصدد قائلا لقد بقينا ثماني ساعات ننتظر في الحدود لم يكن هناك أي مسؤول في استقبالنا كل الأمور المتفق عليها مع الاتحادية تنزانيا لم تطبق حاولنا التحدث مع النائب العام ونائبه لكن لم نجد أي رد على اتصالتنا وأضاف المدرب الجزائري متأسفا في بلد بحجم بلدنا عيب أن نستقبل بهذه الطريقة لا ماء ولا أكل ولا أي شيء الحمد لله من الإيجابيات تدخل رجال الأمن والجمارك الذين قدموا لنا يد المساعدة أعطونا الماء وأدخلونا للقاعة الشرفية لمركز العبور لو لا وقفتهم لكانت الكارثة خصوصا أن هناك اتفاق مسبق بين الاتحادين والبلدين وختم المدرب حديثه بالقول الآن سأتكلمك جزائري الأمور الداخلية يجب أن تبقى بيننا وأن لا تخرج للعلن أين كنا وأين أصبحنا وصلنا للدرجة الاحتجاج حتى على الملاعب هذه ليست عادتنا نهاية الموجز أشكركم على المتابعة وإلى فيديو قادم بحول الله اشتركوا في القناة